هنا صلى رسول الله تعرفات بأماكن تبركت بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دليل للمستمعين ليتعرفوا على تلك المواضع الشريفة فيزوروها ويتبركوا بالصلاة فيها عل جباههم تلامس موضعا سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا صلى رسول الله المدينة المنورة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاة ومن منا لا يعرف ما هي المدينة المنورة وهي كانت وجهة الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة المكرمة بعد استمرار أذية المشركين له وللمسلمين ويطلق عليها اسم طيبة وقد كانت أول عاصمة إسلامية كما أنها تعتبر اليوم من أكبر المدن التي تضم أماكن إسلامية مقدسة وفيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يا طيبة دار العماني يا مهوى شوق الركباني يا أم الأمصار ومأوى من هاجر دار الإيماني وعند الحديث عن المدينة المنورة بإسهاب يطول الحديث عنها فهي واحدة من أعظم المدن في تاريخ الإسلام والمسلمين كما أنها مقصد الزوار من كل أنحاء الدنيا من أجل الوصول إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة في المسجد النبوي حيث إنها تضم العديد من الأماكن الدينية الإسلامية وأماكن العبادة المختصة بالمسلمين ويوجد في المدينة المنورة مساجد أساسية قديمة وهناك أيضا عدد من المساجد التي تم بناؤها حديثا ومن أكبر المساجد المسجد النبوي الشريف وهو أهم مسجد في المدينة المنورة كما أنه يأخذ المكان المركزي في المدينة ويقع في وسطها وهذا المسجد يسمى مسجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بناه وبنا بيوت أزواجه ملاسقة له وبه الكثير من المعالم مثل القبة الخضراء والروضة كما أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى سوى المسجد الحرام فالثواب الذي يناله الإنسان من الصلاة فيه يكون مضاعفا مسجد قباء يعد من أقدم المساجد الموجودة على وجه الأرض كما أنه أول مسجد بني لعامة المسلمين في عهد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد بني هذا المسجد لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بن عمر بن عوف وكان عليه الصلاة والسلام أول من وضع حجرا في قبلته ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه ثم جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله بحجر فوضعه ثم أخذ الناس في البنيان كما أنه لا يبعد كثيرا عن المسجد النبوي حيث إن المسافة الواقعة بينهما هي خمسة كيلومترات فقط طيبة 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 نسم هواها مسجد القبلتين وهذا المسجد واحد من أشهر المساجد في المدينة المنورة كما أن المسلمون يزورونه في مواسم الحج والعمرة وهذا المسجد أخذ تسميته بالقبلتين لأنه صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ركعتين ثم أمر فاستذاروا وهم في الصلاة إلى الكعبة وأتى بركعتين فسمي بمسجد القبلتين حيث إن الناس صلوا فيه باتجاه المسجد الأقصى ومن ثم باتجاه مكة المكرمة الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الله رب العالمين مسجد العنبرية وهذا المسجد أيضا من معالم المدينة المنورة العريقة وتم إنشاؤه في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني فهذا المسجد ليس قديما جدا مقارنة بالمساجد الأخرى وكان الهدف من بنائه جعله جزءا من مشروع محطة المدينة المنورة الذي كان سيتبع لسكة حديد الحجاز مسجد الفتح وهو واحد من أقدم سبعة مساجد في الدنيا كما أن موقعه يأتي فوق الصفح الغربي لجبل سلع وهو من المساجد القديمة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال السمهودي وتسمية هذا المسجد بمسجد الفتح لأن الاستجابة وقعت به وجاء حفيفة بخبر رجوع الأحساب ليلا فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وفتح الله عز وجل لهم ونصرهم وأقر أعينهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم أبشروا بفتح الله ونصره كما في مغاز بن عطبة مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا المسجد يحمل اسم هذا الصحابي الجليل لأنه تم بناؤه في المكان الذي قتل به الإمام علي عمر بن ود وهو واحد من أكبر قادة المشركين الفرسان وكان هذا القائد قد تمكن من اجتياز الخندق الذي بناه المسلمون في غزوة الأحزاب وتمكن علي عليه ردوان الله من ملاقاته وقتله وقد اخترنا التحدث عن مساجب المدينة المنورة لأهميتها ولأننا سنقوم بإعطاء قدر كبير من برنامجنا هذا للكلام على تلك الأماكن والمساجب التي صلى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك البقعة المطهرة المشرفة المباركة وتديانها للتعرف عليها لسيما أن الكثير منها اضمحل أو أهمل لسبب أو لآخر في وقت لا بد فيه من أن يهتم بها الاهتمام البالغ لأنها من الأماكن التي تشرفت وتنورت وتعطرت بموطئ قدمي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن في برنامجنا هذا سنكمل ونوسع الكلام في هذا الموضوع في حلقات قادمة إن شاء الله فتابعونا وإلى اللقاء هنا صلى رسول الله تعرفات بأماكن تبركت بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دليل للمستمعين ليتعرفوا على تلك المواضع الشريفة فيزوروها ويتبركوا بالصلاة فيها عل جباههم تلامس موضعا فجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا صلى رسول الله اشتركوا في القناة